دكتور من أول ما ظهر ألفا المتحور الأولاني لغاية النهاردة أوميكرون إحنا عاديين بنشوف يمكن في بعض الدول بتبالغ شوية في خطورة المتحورات مع أن إحنا فهمنا أن كلما الفيروس بتحور أكتر كلما الانتنسي بتاعته أو صعوبته أو قد إيه هو بيبقى شارس شارسته خلينا نقول بتبقى أقل من المتحور اللي قبله مع سرعة انتشاره طبعا فحضرك بتقول إحنا ما نخافش قوي وما نبقاش متطمنين قوي طيب بس يعني ليه دايما في شوية من خلينا نقول يعني اسمها إيه يعني إجراءة طيب لا الأفوارة شوية من بعض الدول يعني هم يعني يعني عايزين يحاولوا يخلوا المجتمع بتاعهم مستعد مبلغة خلينا نقول مستعد للتعامل مع الموقف وهم عندهم قدرة كبيرة أن هم يعملوا اختبارات على مستوى كبير على المجتمعات بأعداد كبيرة فبتضلع معاهم نتائج إيجابية كتيرة بتدخل في الأرقام عندهم فيعني أنا أعتقد أن هم بيوروا الواقع بشكله الحقيقي لكن أرجع لنقطة هل إحنا بنبالغ أو الأفوارة هو الموضوع يعني ما نفعش نتعمل معها لأنه يعني حاجة كده وحتعدي والموضوع فعلا مشكلة لا بس بالذات أوميكرون لما طلع يعني أنا فاكرين ألفا ودلتا والحاجات ذي كلها لكن أوميكرون لما طلع الجراية في كل العالم ووكالات الأنباء كانت بتحذر أنه يمكن ده حاجة أصعب كتير بقى وهنعيش في أجواء أصعب كتير من أول ما قبل حتى ما معلنوا عن الكورونا فيمكن عشان كده إحنا بنسأل حضرك قلت أنه طبيعي أنه هيفضل يحصل صحيح صحيح هو يعني أول ما ظهر بالاختلافات الكبيرة اللي بتفصلوا عن الفيروس الأصلي اللي ظهر في الصين العالم كله انتبه وأكيد حضراتكم شفتوا أنه فعلا فيه علامات واضحة بتقول أنه أوميكرون عنده قدرة أعلى على الانتشار الأنباء دلوقتي المتحاول السائد تأليلا في أوروبا والمتحاول السائد في أمريكا لكن ربنا بيقدر وبيلطف يعني في نفس الوقت فإحنا مع الانتشار الواسع ده زي ما ذكرت لخضراتكم عندنا تكون لدى عدد كبير جدا من البشر بنسبة مختلفة بين الدول يعني ما نقدرش نقول لو سمناه الحائط المناعي أو الحائط الوقائي ما نقدرش نقول أنه هو متساوي بين البلاد المختلفة لأنه نسبة العدوى مختلفة نسبة التطعيم مختلفة لكن أوروبا قطعوا شوت كبير جدا في حملة التطعيم فوصلوا لمرحلة أنه حتى مع ارتفاع الشديد جدا في عدد الإصابات إلا أنه عدد الناس اللي بتدخل أو نسبة المرضى اللي بيحتاجوا أنهم يدخلوا المستشفى أو يحتاجوا عناية مركزة أو أكسجين ما زادتش بنفس الطريقة يعني حصل انفصال بين عدد الحالات اللي عمالي يزيد وبين الناس اللي بتحتاج رعاية مركزة وده شيء مطمئن طبعا وده شيء حاجة ممتازة جدا لأنه احنا كل اللي يهمنا في الوقت الحالي مش عدد الإصابات احنا اللي يهمنا في الوقت الحالي أنه ما نزودش العب على الجهاز الصحي في أي بلد أنه حتى في إنجلترا مثلا الأطباء بقوا بيصابوا وبيتغيبوا عن العمل لأنه المرض منتشر بشكل كبير جدا فإحنا التطعيمات حتى مع كل التحورات اللي حصلت حتى مع أوميكرون بتوفر وقاية ممتازة جدا قالوا بناء على النتائج اللي خرجت من دولة جنوب أفريقيا قالوا أنه بنسبة 70% ضد الحاجة إلى دخول المستشفى فده شيء ممتاز يعني الفيروس عمالي يتحور وإحنا التطعيم اللي خرج في 2020 هو هو زي ما هو زي ما هو زي ما هو بس دلوقتي ممكن عدد الناس تصاب ماكيش مشكلة لكن ما تدخلش المستشفى هو ده الأهم هو ده المهم بس دلوقتي كتا حاضر تمام